شارك وزير الخارجية سامح شكري في احتفالية تتشين ملء بحيرة سد جوليوس نيريري في تنزانيا بحضور الرئيس سامح حسن وأكد شكري أن هذا الحدث يجسد التعاون المثمر بين البلدين ويشهد على عمق العلاقات التي شهد تطورا على مدى السنوات الأخيرة يسعدني أن أعرف عن تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لرئيس وحكومة وشعب تنزانيا بمناسبة هذا الحدث التاريخ لضق المياه في خزان جوليوس نيريري مشروع طائعي هذا الحدث الهام يشهد على العلاقات الطويلة والتاريخية بين مصر وتنزانيا ويقدم مثالا حيا على ما نستطيع تحقيقه لصالح شعوبنا من خلال التعاون المنصق